بسم الله السلام عليكم لابسي لكم بخير مزيانين هانين قررتوا شوية أرجعتوا إذن كان عندنا الدرس الأول والثاني أمننا حرف الأليف نبغيكم متمنى إن شاء الله تراجعوا باش تبعوا معي اليوم عندي الدرس جديد ليهو طرقت إلى حرف الباء إذن حرف الباء مع الحركات ما هي هذه الحركات لاحظوا معي حرف الباء قلنا مع الفتحة حركة الأولى الفتحة ضمى كسرى والسكون إذن سوف نتطرق إلى استعمال هذه الحركات الأربع مع حرف الباء أنا عملت حرف الباء كما كنت لاحظوا هنا حرف الباء في أول الكلمة كنعرف بأن هذا الحرف منك يجي على هذا الشكل كنعرف سوف أبدأ به الكلمة حرف الباء حرف الباء في وسط الكلمة وحرف الباء يأتي في آخر الكلمة إذن تبغوا مزيلا عندي حرف الباء مع الفتحة كنقرأ با با كما تطرقس في الدرس الأول والثاني مع حرف الأليف كن الفتحة تفتح الشفاح أو الفم با با إذن حرف الباء حرف الباء مع حركة الفتحة كنت تقرأ با با عنا كلمة اللي فيها حرف الباء مع الفتحة با ها هي با بي تن با عي تن با بيت با كما قرأنا نشهد الحروف ولكن إن شاء الله مستقبلا نتطرق إلى جميع الحروف بإذن الله سبحانه وتعالى با ي تن بيت بيت هو المنزل أو البيت أو الدار كما كنقوله إذن سأعيد عندي حرف الباء مع حركة الفتحة با 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 بيت بيت كذلك كلمة الثانية بيت بيت أنا علش كنكتب لكم هذي الكلمة سباش تحاولوا تلقوا جديكم حتى أنتم غادي تمرنوا عليهم أو تتدربوا عليهم كمقا كنعمل هذي الكلمة أو كنكتب إذن قلنا حرف الباء أنا كنبغي نعود لكم ما تأخدونيش كنعود باش كنحاول نفهم لكم مزيان تحاولوا حتى أنتم تفهموا معايا إذن حرف الباء مع حركة الفتحة كنقروه با 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 كلمة 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 بيت الضمة ها هي حركات الضمة عندي كنقرها بو بو دائما نقولنا الضمة كنطولوا في هالشي فاتينا بو بو الباء حرف الباء مع الضمة كنقرواه بو بو هذه اسبوحة الكلمة اللي هي بو لاحظوا معي مزيان أنا باش نكتب تقريب بلون واحد بو بو جاءت في أول الكلمة بو بو حيرة بو حيرة بو حيرة بو حيرة أنا كان قرها حرف حرف سمع معي تبعوا بو ح اي را تن بو ح اي را تن بو حيرة بو حيرة إذن هنا تطرقنا إلى حرف الباء مع حركة الدماء بو نقرأوه بو لاحظوا معي مزيان بو ما قلتش إذن با كنقولها بشكل با كنفتح الفم ديالي إذن فتح بو تا دم يعني كتزير أو كتطول الشفاه ديالك بو بو في أول الكلمة عندنا كذلك لاحظوا معي هنا عندي حرف الباء مع حركة الكسرة دائما تأتي تحت الحرف كما قلنا كتجي تحت الحرف كنكسر بيها كنكسر كنستسمي حركة الكسرة الباء مع حركة الكسرة كنتقرأ بي الباء حرف الباء مع حركة الكسرة تقرأ بي كنقرأوها بي هناك نتكيو أو كنورقو عليها تقصر بي الكلمة بي ن تن بي ن تن بي ن تن هي البنت أو الفتاة بي ن تن بنتن حرف الباء مع حركة الكسرة تقرأ بي كنقرأوها بي لاحظوا معي الله يجزيكم بخير حرف الباء مع حركة الكسرة تقرأ بي بي إذن بنتن بنتن كذلك الكلمة التانية بنتن تالتة بنتن 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 وأنا أستسمح على هده الحروف اللي كان نكتبها وكان نتكيليها مزين كان نورك عليها نظرا أنتم معرفين على الشاشة باشتبلكم مزين وأنا بغير نفهم لكم ونوصل لكم هده 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 الحروف كما هي إن شاء الله سمع المجيب إذن سأعيد حرف الباء مع حركة الكسرة بي تقرأ بي بي كلمة فيها حرف الباء في أول الكلمة في الأول الكلمة مع الكسرة بي ثم قلنا الثالثة دائما كنكسب هده الكلمات باش ندربوه اليوم حولو تلقي بديكم في الكتابة بقي لنا حرف الباء مع الحركة الآخرة وهي السكون السكون دائما يأتي السكون كيجي السكون كما كان نقول في الدرس السابق أو لقد منه يعني عندي السكون كيجي بحل دائرة دائرة كيجي بحل دائرة أو بحث صفر الصغور باش نحفظ السكون ديلي ك程 عبر السكون حركة السكون إذن السكون على حرف الباء ما كيجي شي في الأول أول في الأخر إذن ما يمكن شيء إذن كنقول حرف الباء يأتي في وسط الكلمة حرف الباء يأتي في وسط الكلمة لماذا نكسبت لكم هذه الحروف وضحتهم هنا هذا الحرف اللي هو الباء وجزأته على هالطريقة في الأول في الوسط في الأخير إذن الوسط نظراً لحركة السكون أنا كنوضح لكم مزيلاً تبع معي اللي أراضي لكم حركة السكون على حرف الباء الباء يكون في وسط الكلمة بما من الكلمة الكلمة قلت تتكون كتجين بزاف الحروف إما جوج ثلاثة أربعة حتى الفوق بحب مثلاً بيتون بحب بنتون إذن هذه الكلمة إذن انتبهوا سأود إلى حرف الباء مع حركة السكون إذن قلنا أتطرق الحرف الباء اللي بقي ما قرناه حرف الباء مع حركة السكون يأتي الباء حرف الباء على هذا الشكل يعني في الوسط كيكون عندي مثلاً هنا وحد الحرف كاف ولا لا لا اللام ولا التاء ولا وهنا عندي حرف هو كيجي في الوسط ما يمكن الشي كيجي في الأول ولا كيجي في الأخر إذن كنقره أب أب حرفوا الباء مع السكون كنقره أب أب يعني السكون دايماً كنبقى بحلي نعطيكم واحد المثال شوية بحل الدردشة يعني كنجي بحلي كنقول مشا وعيد أو كنقول أب 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 يعني دايماً خاصني نتفكر بحل شي حاجة أدراني وكن أب أب إذن حرف الباء في وسط الكلمة مع السكون كي تقرأ أب أب على هذا الشكل أعطيكم واحد الكلمة اللي هي قا أب رون قا أب رون اللي هو القبر قا أب رون ثم كتشفوا الباء جاء على هذا الشكل ولا على هذا المنوال ولا على هذا الطريقة يعني في وسط الكلمة هذه هي الكلمة هذه الكلمة فيها القاف فيها حرف الراء فيها حرف القاف والباء هذا الحرف حرف الباء جاء في وسط الكلمة كلمة كذلك تانية كنا نعطي هذه الكلمات على هذا الشكل كنتم حاولوا تكسبوا وتعملون القيطات أو الشريطات وتدربوا عليهم إذن هذا هو حرف الباء كنا في الوسط الكلمة يأتي على هذا الشكل دائما كيجي الحرف قبل منه أوجج الحروف أو ثلاثة وكذلك الحرف في الأخار حتى هو أوجج دائما هو يأتي في الوسط لهذا كنقوله حرف الباء في وسط الكلمة هذه الكلمة كنت تقرأ حرف الباء مع السكون أب 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 إذن وكانت تفكر بأن السكون دائما كيجي على الحرف كيكون في وسط الكلمة سواء الباء ولا الراء ولا بقى إن شاء الله نشوفوا الحرف إذن أو تا أو الجيم أو الخاء كيجي في وسط الكلمة إذن سأعيد بعجلة أو بسرعة عندي حرف الباء مع الفتحة كيتقرأ حرف الباء مع الضمى كيتقرأ حرف الباء مع الكسرة كيتقرأ حرف الباء مع السكون كيتقرأ ودائما كنأكد على حرف الباء ودائما كنأكد على حرف الباء اللي في الوسط كيكون على هذا الشكل مع السكون دائما يأتي في وسط الكلمة كيتقرأ حرف الباء مع حركة السكون كيتقرأ ولهذا قد نكون انتهينا من هذا الدرس اللي هو الدرس الثالث في حصصتي لي حرف الباء مع الحركات الأربع اللي هي الفتحة الضمى الكسرة والسكون وأتمنى أن نكون إن شاء الله فتكم بهذا الحصة هذه أو هذا الدرس هذا ونكون عند حصة نظن ديلكم وتبعوا معاي إن شاء الله دائما إلى الأمام ومزيد إن شاء الله من الدرس الباقية وما تنسوناش بالمشاركة ودعم القناة دينا إذا أعجبكم الدرس أو القناة كذلك وشكرا لكم